موسيقى قوم يخرجون في آخر الزمان وهم ارتبطون بعالمنا ولكننا لا نراهم ولا نعرف شيئا عنهم يسمون بقوم يأجود ومأجود أرضهم مجهولة لا نعرف عنها شيئا سوى أنها ردمت وخروجهم إلى الأرض يعتمد على أمر واحد وهو إنهاء عملية هدم سد عمره آلاف السنين كل البشر يخشون شرهم وبطشهم وخروجهم من علامات الساعة خاضوا حربين شهيرتين واختفوا والآن نحن بانتظار الحرب الأخيرة والأكثر دموية بعد خروجهم قيل يعود نسب قوم يأجوج ومأجوج إلى يافث وهو أحد أبناء النبي نوح إذن هم من نسل ولد نوح عليه السلام والدليل وبعد طوفان نوح عليه السلام قدر الله عز وجل أن لا يجعل لأحد في الأرض ذرية إلا لسيدنا نوح عليه الصلاة والسلام قال الله عز وجل وجعلنا ذريته هم الباقين ولذلك وصف أهل العلم هذا أن سيدنا نوح عليه السلام هو الأب الثاني للبشرية كلها بعد نبي الله آدم عليه السلام وقالوا إن يأجوج ومأجوج من نسل يافث ابن نبي الله نوح عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والتسليم ولا صحة لقول من قال إن آدم احتلم مرة فاختلط مانيه بالتراب فخلق الله من ذلك يأجوج ومأجوج لا دليل على هذا ورد بأن النبي لا يحتلم وتعود قصتهم إلى قديم الزمان عندما كانوا أكثر أهل الأرض فسادا وشرا وقوة ولا يصدهم شيء عن ظلمهم وعن ظلم من حولهم لقوتهم وجبروتهم كان هناك ملك مؤمن صالح أعطاه الله عز وجل مقومات كثيرة وكبيرة تؤهله أن يحكم الدنيا بأسرها قال الله سبحانه وتعالى إنا مكنا له في الأرض وآتيناه من كل شيء سببا كان يعاقب الظالم ويكافئ الصالح كان يلقب هذا الملك العظيم بذي القرنين وكان يجوب بجيشه الأرض في مشرقها ومغربها والمقصود أنه توجه إلى أقصى اتساع للأرض ثم وصل لقوم يعيشون بين سدين وقيل بين جبلين وكانوا يتعرضون لهجمات بطريقة وحشية كان هناك قوم يقتلونهم ويخربون ممتلكاتهم من قبل قوم يأجوج ومأجوج فاشتكى له أهل تلك البلاد ما يلقون من شرهم ومطشهم فطلبوا من ذي القرنين بناء سد يفصلهم عن هؤلاء القوم فأجابهم إلى طلبهم فطلب منهم أن يساعدوه على بناء ذلك السد ورفض أي مقابل وقال العلم الذي أعطاه الله عز وجل لي خير من أموالكم ومتاعكم وأقام سدا منيعا من قطع الحديد بين جبلين عظيمين وأذاب النحاس عليه حتى أصبح أشدة ماسكا فحصرهم بذلك السد واندفع شرهم عن البلاد والعباد وظل ذلك السد إلى يومنا هذا ولا يعلم أحد مكان هؤلاء القوم إن حكمة الله عز وجل منع الناس من معرفة مكان سد ذي القرنين لا يوجد أدلة قاطعة تعين موقع الردم الذي يحجز يأجوج ومأجوج وسد ذي القرنين يقع حسب نظرية عبد الله شربجي الموثقة بصور وخرائط بين قير غزستان وأوزباكستان يشير عبد الله في كتابه رحلة ذي القرنين إلى المشرق يشير إلى منطقة تقع غربية قير غزستان وشرقية أوزباكستان في منطقة جبلية على الحدود الفاصلة بين البلدين في آسيا الوسطى حيث تقطن الشعوب التركية من الأزبك والكازاخ القزاق والقيرغيز والتركمان والإيغور غرب الصين ويمتد تواجدهم إلى أذربيجان وشمال غرب إيران المقاطعات التركية الأذرية وتركيا إلى أن المؤكد أن صفات الشعوب القاطنة في هذا المكان تشبه كثيرا صفات يأجوج ومأجوج فهناك رواية تقول إنه في الصين وأخرى تقول إنه في مكان ما في منطقة جورجيا في جبال القوقاز أو قد يكون في أعماق البحار فالله سبحانه وتعالى وحده العالم بذلك إن يأجوج ومأجوج قبيلتان من بني آدم من ذرية يافث بن نوح عليه السلام متوحشتين احترافوا الإغارة والسلب والنهب والقتل والظلم من قديم الزمان وذكر بعض المؤرخين حكايات غريبة عن يأجوج ومأجوج والصحيح أنهم كبقية بني آدم في الطول والقصر وغير ذلك أما عن أشكالهم فقد ورد وصفهم في حديث للنبي صلى الله عليه وآله وسلم رواه الإمام أحمد والطبراني عن خالد بن عبد الله بن حرملة عن خالته قالت خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو عاصب رأسه من لدغة عقرب فقال صلى الله عليه وسلم إنكم تقولون لا عدو وإنكم لا تزالون تقاتلون عدوا حتى يأتي يأجوج ومأجوج عراض الوجوه صغار العيون شهب الشغاف من كل حدب ينسلون كأن وجوههم المجان المطرقة قيل وهم من البشر ويختلفون في أطوالهم فهناك من يبلغ في طوله كالنخل الطويل وأشجار الأرز ومنهم قصير القامة لا يتجاوز في طوله شبرين أو ثلاثة أشبار من شبر الإنسان العادي هم قوم عراض الوجوه وصغار العيون ووجوههم مدورة كالتروس وشعرهم أشقر اللون وأنوفهم قصيرة ويقال إنهم يشبهون أبناء جنسهم من الترك الغتم المغول وصغار العيون ذلف الأنوف صهب الشعور عراض الوجوه قيل كأن وجوههم المجان المطرقة أي على أشكال الترك وألوانهم وقيل إن في خلقة يأجوج ومأجوج تشوها فوجوههم عريضة ومسطحة نسبيا ورؤوسهم قصيرة كذلك قامتهم قصيرة وأجسادهم ممتلئة إلا أن رجالهم شديد القوة لا يطيق أحد قتالهم قيل إن الله تعالى خلق الخلق فجعله عشرة أجزاء تسعة أجزاء الملائكة والجزء باقي الخلق ثم هذا الجزء قسمه الله تعالى عشرة أجزاء فجعل جزءا الجن والإنس وتسعة أجزاء باقي الخلق ثم إن هذا الجزء الجن والإنس قسمه الله تعالى إلى عشرة أجزاء فجعل جزءا الإنس وتسعة أجزاء من الجن يعني الجن أكثر ثم هذا الجزء الإنس قسمه الله تعالى عشرة أجزاء فجعل تسعة أجزاء يأجوج ومأجوج وجزءا واحدا بقية البشر ولا نعلم كلاما صحيحا عن هذا ولكنه كلام لبعض العلماء قالوا وإن يأجوج ومأجوج يعدون بالمليارات أعداد لا تخطر على قلب بشر دليل على كثرة يأجوج ومأجوج كما قال الله تعالى حتى إذا فتحت يأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون يعني من كل مكان يأتون واقترب الوعد الحق فإذا هي شاخصة أبصار الذين كفروا ويخرج قوم يأجوج ومأجوج بعد هدمهم للسد الذي يفصلهم عن العالم بعد انتهاء القتال مع المسيح الدجال فيخرجون وينشرون الفساد في الأرض فهم يأتون على كل أخضر ويابس بسبب قوتهم وكثرة عددهم حتى إنه لا أحد يقدر عليهم وفي هذه الأثناء يوحله تعالى لسيدنا عيسى عليه السلام بأن يأجوج ومأجوج قد خرجوا وعاثوا في الأرض فسادا وأنهم يأتون من كل مكان حتى يتحصن منهم نبي الله عيسى عليه الصلاة والسلام والمؤمنون معه فيذهب عيسى عليه السلام بصحبة المؤمنين ويجتمعون بجبل الطور بحماية الله عز وجل ويستمر قوم يأجوج ومأجوج في السير في الأرض فسادا وقد احتمى منهم المؤمنون جميعا في حصونهم فلا قدرة لأحد عليهم ويستمرون في الفساد والخراب حتى إذا مروا على نهر ماء شربوه ويمر الباقون منهم فيقولون لقد كان هنا ماء وهذا من المبالغة في إظهار أعدادهم وكثرتهم ويغلبون أهل الأرض فيقول قائلهم هؤلاء أهل الأرض قد فرغنا منهم ولننازلن أهل السماء حتى إن أحدهم ليهز حربته إلى السماء أن يصوب الرجل من يأجوج ومأجوج بسهامه إلى السماء فترجع وتعود السهام مصبوغة بالدماء فتنة من الله عز وجل وبلاء لهم فيقولون قد قتلنا أهل السماء يقولون ذلك افتخارا وتكبرا ثم يرسل الله تعالى فيهم دودا وتتسلط على أعناقهم حتى يقتل الجيش كله في الوقت نفسه وينزل المؤمنون للأرض فيجدوهم موتا قد ملأت أجسادهم الأرض من كثرة أعدادهم وبعد ذلك ينزل الله تعالى المطر فيغسل الأرض منهم ويعم الخير في الأرض وتخرج الأرض خيراتها حتى لا يبقى فيها فقير أو محتاج ويتقاسم الرجال الفاكهة من ضخامتها وتستمر بها الحياة حتى تأتي العلامات الكبرى الأخرى فالله أعلم بما يكون من ذلك ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الجنة وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته هذا والله تعالى أعلى وأعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمتم في رعاية الله وأمنه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته